في الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حوال إنسان التابع للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير ألقت المملكة العربية السعودية كلمة أكدت فيها التزام المملكة بالمبادئ والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير التي وردت في اتفاقية فيينا لعام 1993 وتوفير الحماية الضرورية للصحفيين إيمانا بتلك الحريات تضافر أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكوم لتعزيز حرية الرأي والتعبير مع مراعاة الحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة كما جاء في إعلان برنامج عام الفينا 1993 لقد تخلت بلادي في إطار مكافحة الوباء كورونا نهجا قائما على حقوق الإنسان ضمن مسارين متوازعين يتمثلان في مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره من جهة ومعالجة الأثار المترتبة عليها وعلى التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الحقوق الإنسان من جهة أخرى وأكدت المملكة أن المؤتمرات الصحفية التي تعقدها وزارة الصحة بشكل دوري متاحة لجميع وسائل الإعلام وبكل شفافية اعترافا بدورها الأساسي كما تمثل أعداد المستخدمين لشبكة الإنترنت في المملكة شاهدا على حرية الرأي حيث بلغت نسبة المستخدمين للإنترنت 92% مع زيادة هذه النسبة خلال انتشار جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بنشر المعلومات وتمكن الجميع من الوصول عليها فتقوم الجهات المعنية في المملكة بنشر جميع المعلومات المتصلة بوباء كورونا وفيما يتعلق بالوصول للإنترنت تتمثل أعداد المستخدمين للإنترنت شاهدا جليا من شواهد أعمال هذا الحق حيث بلغت نسبة الأسرة التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت في المملكة حتى ديسمبر 2019 أكثر من 92% وطالبت المملكة مجلس حوال إنسان والمجتمع الدولي تدبيق مبادل معايير الأساسية والقانونية للتعامل مع قضية التضليل الإعلامي وأشارت المملكة في كلمتها أمام المجلس على أن تجريم التضليل الإعلامي ليس كافيا مناشدة المقرر الخاصة المعنى بحرية التعبير أن يتبع الإجراءات الصحيحة التي تتناسب مع قضية التضليل الإعلامي مطالبة جرئة من المملكة العربية السعودية لمجلس حقوق الإنسان بضرورة تدبيق المعايير الأساسية والقانونية لمكافحة قضية التضليل الإعلامي طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف